نظام يعني تتشارك في الفئات ويقع في احترام كل الحقوق بدون استثناء ويقع حمايته حماية الآلية نفوذ من سلطة فئة واحدة هنا التأكيد على خطورة المسؤولية السياسية يخرجوا لنا ناس من أنظمة قامت من أجل هذه الثورة ويقولوا كنت تخدم في بلادي ما في بليش أنا خطيني أنا خدمت بلادي وننطقع بيهم ساعات في مناسبات ونقولونهم الشيء لكونوا عائلات كاملة كونوا أجيال كاملة كم القضاء عليها وكأنه جزئية معناها هو خدم بلاده وعمل مشاريع كبرى ولتحكي فيها أنت ما هو إلا فئة مدامنا سكتين عليها مدام ما هيش أرعندهاش حتى أهمي لي نواصل هذا النبش في الماضي وهو ليس نبش وسنتصدى لكل من يقول هو نبش ما يحس الجمراء كان اللي تليع وتحطم وفئات عديدة ولا زلنا نكتشف الفئات كنا نظنوا أنه سياسيين برك كنا نظنوا أنه اللي شاركوا في عندهم طموح للمشاركة في الحياة العامة هم اللي تعذبوا وما رأنا أنه رجال أعمال نساء أعمال ناس عندهم مشاريع صغيرة عايشة منهم كل واحد ما منعش كل من كل من ملك حاجة كبيرة ولا صغيرة إلا وقع يعني المدهمته بش يفكلوا يبدأ الجزء ثم يفكلوا الكل هذا عشناه وإن شاء الله ما نعود وش نعيشوه وإذا كان الناس فطنة اللي رأوا بشر كامل الحقوق لابد من احترامه وأي نظام يمشي في غير هذا هو غير مقبول ترجمة نانسي قنقر